ونحن ندين كل من يشجع إسرائيل على الاستمرار في القتل نراقب سياسة الولايات المتحدة التي تشبه الفوضى والمرتبكة دولياً والمؤيدة لإسرائيل تقول أنها ضد المدنيين ضد قتل المدنيين لكنها تمنع قرارات في مجلس الأمن لوقف الحرب هذا الدعم غير مشروط لإسرائيل دون أن نلتزم إسرائيل بقواعد القانون الدولي الإنساني تستمر إسرائيل في احتجاز أموالنا وتكون بخصومات غير مبررة وغير قانونية هدفها فقط سياسي لعزل غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية نحن نرفض هذه الخصومات وهذه الإجراءات وأنا أعلم أننا بحاجة إلى كل كرش لكم إخواني الموظفين ولأهلنا في قطاع غزة أقول لكم باسم مجلس وزراء نحن جميعا أمام امتحان وحدة الموقف وأود أن أحييكم على موقفكم المشرف في مواجهة إجراءات إسرائيل بالخصومات تجاه أهلنا سواء كان تلك المتعلقة بالأسرة أو تلك المتعلقة بأهلنا في قطاع غزة وسوف نستمر في بذل كل الممكن لتحصيل حقوقنا جميعا بما فيها أموالنا